في قطاع غزة حملت قوة والفصائل الفلسطينية دولة الاحتلال مسؤولية تداعيات قصفها لأهداف في غزة والتي نفذتها فجراء يوم السبت ضد مواقع عسكرية تبعى للمقاومة الفلسطينية الفصائل كدت أن كل الخيارات مفتوحة للرد على انتهاكات الاحتلال وقراراته العنصرية ميكروفون مرسنا من غزة شعب يوسف حمل الاحتلال الصهيوني كامل مسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد الخطير والاحتلال يحاول نقل أزماته إلى الجانب الفلسطيني يحاول صرف الأنظار عما سيفعل في الضفة الغربية قرارات الضم لكن نحن نقول له أن عيننا ساهرة وعيننا على الضفة سنواجي قرارات الضم بكل ما أتينا من قوة كل هذه الإجراءات والسياسات لن تثني شعبنا الفلسطيني عن مواصلة الداب وسنستمعها في الكفاح والنضال والعطاء حتى كنس الاحتلال وتحقيق أعمال شعبنا في الحوية والعودة والدولة والاستقلال